موسيقى أعزائي طلبة الصف السادس لعداد السلام عليكم ورحمة الله اليوم محاضرتنا هي الثانية نكمل بها وصلنا إلى لسن 8 الدرس الثامن هنا هذا بيعدنا إنشاءين الإنشاء الأول كيفية خفض عدد حوادث السيارة طبعا هذا هو الإنشاء لتدريب الطالب أنا بصراحة بس حبيت أشوف كيا يعني بالوزارة هو مو مهم لكن بس أريدك تطلع عليه العنوان ماته كيفية خفض عدد حوادث السيارة منطق طبعا المعلومات وهذه الفراغات باعتبار لازم أنت تبديه فأنا طريقك هذا الإنشاء حتى بس تباوع والإنشاء الآخر طبعا هذا موجود بالكتاب بالأكتبتي بوك صفحة 17 وبالملزمة صفحة 39 إنشاء آخر الحكومة يجب أن تمنع التدخين في الأماكن العامة كلمة بان معناتها منع أو تحريب هذا أيضا هو الإنشاء هذا الإنشاء ليس للحفظ لا هذا ولا هذا هو فقط لتدريب الطالب على التعبير على الإنشاء هذا بما يخص لسن 8 لسن 9 تيستورسل طلاب تيستورسل هذا التمرين هو حلينا من شرحنا موضوع البادئات هذا الموضوع شرحنا وهذا التمرين من حلينا فإذا تريد أرجع للحلقة الخاصة بالبادئات هذا التمرين آخر موجود بالأكتبتي صفحة 19 هذا التمرينين من اثنين شرحناهم بأول حلقة من شرحنا المفاصل فإذن حلن تلقاههم بأول حلقة هذا التمرين إلى ربط والذي راح نحل الهسة هذا محلنا ضع الأفعال بين الأقواس بالماضي المستمر أو الماضي البسيط إذا تذكروا من كله هنا من شرحنا شرحنا بيونة 1 في listen to أن الآز والوال تربطن بين زمنين هنا الماضي البسيط وأخذنا أيضا الآن والوين تربطنا أيضا بين الماضي المستمر و الماضي البسيط هنا يريد أن نربط بين الماضي البسيط و الماضي المستمر لكن لا منطيك linking word لا منطيك ذني الأدوات فبهاي الحالة كيف يج Taiwanese يجب أن نعتمد على معنى الجملة نعتمد على معنى الجملة فأريدك طلاب تشوف لي مثلا هاي الجملة اللي هي النقبة السادسة والسابق number six answer لو نكفو الطلاب انو هاي الفراغين اجاك في امتحان مصف السنة مثلا او في الوزاري جايلك سلام between two brackets go quite fast suddenly a little boy right on the road ونطعك بهم قوسيا put the verb in past simple or past continuous يقولك تحط الافعال بالماضي البسيط او الماضي المستمر بدون ادوات ربط انت شلون راح تعرف تحل فهنا يمبعص depending on meaning يجب ان تعتمد على المعنى which one is longer action ياه منهم الحدث الطوي وياه منهم which one is shorter action ياه منهم الحدث الاقصى سلام go quite fast suddenly a little boy يعني ياه الاطول وياه اللي قطع الحدث انه هو ديسوق سريع هذا هو الحدث الاطول اللي ديسوق سريع هو الحدث الاطول فصارت سلام was going ديسوق سريع صارلي كنت لكم عند وجود كلمة صارلي فالفعل اللي وراه يكون بالماضي البسيط صارلي a little boy ووان ستصير بالA فهذا التمرين من راح نحل مدى نعتمد على linking word as while and when دي نعتمد على معنى الجملة ياه الحدث الاطول وياه اللي قطعه فاخرف تجيكم هيش شغلة أو تجيكم هيش فكرة فلازم نعتمد على معنى الجملة هاي فقط راح نشوف هنا طلاب انه هذني الافعال انا سهلت لكم المنظور بهذا التمرين سهلت لكم هنا اذا شفنا هذني الافعال هذني الافعال هنا تحطها في نظر الاعتبار get put stop break happen fall tell hit cut decide recognize هذني الافعال راح نشوفنا بهذا التمرين هذني الافعال ينحلم بالماضي البسيط اكرر هنا مدى يعتمد على and while and when يعتمد على معنى الجملة انه حدث اطول قطاع الحدث الاخصر يعني الحدث الاخصر يكون ماضي مستمر والحدث الاخصر يكون ماضي بسيط لماذا يجلني الافعال لماذا يجلني الافعال لانحلهم بالماضي البسيط راح نشوف من خلال القطاع انه مثلا stop سيارة توقفت او مثلا break سنها انكسر فكلمة break لا يستحمل استمرارية انه من نقول مثلا انكسر سنها انه مودة يستمر انكسر فهنا بالماضي البسيط فرح نبدأ نقرأ هذا التمرين في اول فعل هنا عندنا get صار got من ضمن الافعال فهذا الافعال من يشوفهم بالتمرين نتحلهم بالماضي البسيط لانه يريدنا هنا اما past continuous ماضي مستمر او past simple في اول فعل هنا get صار got heard انكسر تقدم بحادث السيارة this is how it happened فكلمة happen بالماضي البسيط happened فانت لازم تعرف عزيز الطالب انه هل انه الفعل ماضي regular يعني اما انضيف لأيدي او يكون شاء she and her brother salam on her sister calda have spent the afternoon out of the bear يعني هي و اخوها سلام و اخوتهم قالد قضوا البهيرة في منطقة الزباع they were فهنا were returning ضفن ing ليش؟ لانه هنا في طريق عودتهم مستمرين في طريق عودتهم الى البصرة salam was driving حدفنا ال e و ضفنا ing was driving and calda was sitting هنا sitting ضعفنا التي sitting نفس الكلمة ضعفنا التي ضفنا ing to him in front إذن هذن في طريق عودتهم مستمر كان يرتدي سلام العفو كان يسوق سلام و خالدة كانت شو سوي كانت جالسة هذا كل ماضي مستمر سلام سلام was going كان سوق سريع عنده وجود كلمة سعد و لي فجأة قطعة 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 his foot on the brake حط رجلة على البريك مع السيارة really hard on the car stopped هنا الفعل stopped ضعفنا ال p و ضفنا ايدي والفعل stopped من ضمن الأفعال العلماضي البسيط والسيارة توقفت شو ما نقول بالعامية بمكانها Luckily الفعل had not hit sorry hit من ضمن الأفعال with past simple with negative he didn't will hit نفس they didn't hit the little boy الولد الصغير يعني همذين مضربة سلام and father were wearing were wearing seatbelt so they كانوا لابسين حزام الأمان يعني من صار الحادث وقبلهم كانوا لابسين حزام الأمان فماضي مستمر بما أنه اثنين سلام وكاده wear they الفعل get من ظننا فعيدوا على الماضي البصير وبما أنه في فرصة they didn't get لم يتأذوا get her but Zina who was was sitting with double T ليش هنا ماضي مستمر ماضي مستمر in the back لأنه كانت جالسة بالخلف يعني من قبل الحادث ومن صار الحادث هي كانت جالسة بالخلف شبيهة wasn't 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 هنا ضفناها ing من صار الحادث وقبل الحادث ما كانت لابسة حزام الأمان مالته because of the sudden breaking بسبب البريك المنفاجئ Zina fall هذا الفعل fall هو من ضمن الأفعال فالماضي مات بالE fall sideway يعني سقطت جانبا and hit hit من ضمن الأفعال يدل على الماضي البصير hit her face her against the window ضرب وجهة باتجاه النافذي she broke من ضمن الأفعال broke يعني انكسر ميت حمل استرارية tooth انكسر سنه and cut cut يعني هنا ما جايه انقصت يعني انجرحة مو انقصت وجهه انجرح وجهه من ضمن الأفعال دع الماضي البصير and hand there طبعا البيئة اما تصير was aware فهنا was باعتبار كمية there there was a lot of blood كثير من الدم after the accident they بما انه لي فتصير البيئة قلت لكم البيئة اما تصير was aware حسب الفاعل وحسب على شون يتكلم they were all very shocked كلمة shocked يعني مصدومين okay they get نرجع من الضمن الأفعال they got out of the car طرعوا من السيارة salams legs سيقان يعني السيقان مال تثنيناتين شبيهين were shaking طبعا shaking هنا بس حذفنا e وضفنا ing ساقي كانوا يرتعشان so they decided فعل decide من ضمن الأفعال دع الماضي البصير فقط من ضيفة decided to wait a bit before driving home and ينتظر قليلا قل المغادة كالده was looking كالده الأغلب look نشتغل بال-ING كالده كالده was looking for her mobile to phone their father were passing car slow 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 not slowed بالماضي البصير يعني كففة زينة recognized من ضمن الأفعال recognize the driver it was a family friend Dr. Latifah Mahmoud from Hilary Medical Complex من المجمع الطقب الحيدل she tell told told الماضي ما التع من ضمن الأفعال told زينة to get in the car with her and she drove her to the accident and emergency department كلمة accident and emergency department يعني خدمات الحوادث والطوار يعني قسم الحوادث والطوار نكمن اوكي هنا قلنا draw they immediately stitch start to stitch حالا نخيط الجروح on her face على وجهه and put من ضمن الأفعال وضعوا باندج على ايديه unfortunately زينة still has some scares on her face وقت بعض الندب على وجهه and the broken tooth وسن مكسور the moral of this story الدلس من هذه القصة don't drive too fast السوق سريع and always wear your teeth دائما إلبس حزام الأمام if you are sitting in the back حتى لو كونت جالس في الخلف فإذا هذا التمرين أكرر هو فقط نركز أنه نحوله إلى ماضي بسيط أو ماضي مستمر بعيدا عن أدوات الرو ننتقل إلى تمرين آخر هذا التمرين يتكلم عن بسيط وهذا أخذنا بلسن 5 ما الكانتبول والأنكانتبول وهذا حلينا هذا التمرين أيضا ما اليوستو ما اليوستو أخذنا بلسن 6 ما اليوستو هذا هو الإنشاء الوزاري الأول أول إنشاء وزاري طلاب الإنشاء سوف نقرأ و سأترجم لكم الأمر و أخذنا و أخذنا من المضح و أخذنا و أخذنا أن التدخين هو عادة كريحة مؤذية و كريحة بسبب أنها تسبب الضرض للرئتين و القلب أيضا تغير لون الأسنان و تجعل شكلها قبيحة التدخين أيضا يؤذي أيضا تغير لون الأسنان و تجعل شكلها قبيحة التدخين أيضا يؤذي يعني صحة المدخنين يعني ليس فقط على صحة المدخنين أيضا يؤذي صحة الناس اللي يجلسون بالقرب من عندهم و هذونا نطلق عليهم تعصب السموكر مدخنين سلبيين إعلانات السجارة ممكن أن تشوفها في كل مكان بالجريدة بالمجلات أعالي البنايات وحتى بالتلفاز و يجب أن تكون غير قانوني لأنه يجب أن تكون غير قانوني لأنه يجب أن تكون غير قانوني يمكن أن تكون جذب ناجح للشباب والأطفال أن يبدأون التدخين إذن الشباب والمراهقين لديهم الرغبة لتقليد البالغين أو الكباب لذلك بسهولة يتأثرون بواسطة الإعلانات أخيراً إذا نريد أن ننقل حياة ملايين الناس الحكومة يجب أن تجد طريقة جدية لحل هذه المشكلة تحريم هذه العادة السيئة في وسائل الإعلام في العماكن العامة ويذكرون جميع التأثيرات المؤذية للثقاءة فإذا هذا هو الإنشاء الأول رجاء طلاب أكو شغلة كل شي مهمة بالإنشاء فنصيحة من عندي طلاب من تكتبون الإنشاء يجب أن يكون خطكم واضح ونقطة جداً مهمة العنوان هو ينطين إياه بالسؤال العنوان هو ينطين إياه بالسؤال فلازم ننزله العنوان لازم ننزله لأنه بالتصحيح الوزاري أول فقرة ينقصوك درجة دين إذا ما تكتب العنوان إذا لحد الآن خلص عدنا لسن 8 ولسن 9 اللي هو test yourself راح ننتقل إلى آخر فقرة بهذا اليونت اللي هو لسن 10 اللي يتكلم عن لطيفة وابنها البالغ أربع سنوان فراح نتطرق إلى بعض المعاني ثم نرجع للصبور الذكية إذا أعزائي الطلبة راح نشرح حسة لسن 10 العنوان مالته هو I'll always be proud of him معناتها سأكون دائما فخورة به قبل من نقرأ هاي القطعة أو المقالة على الصبور الذكية راح نتعرف على بعض المعاني ممكن تكون نوعا ما هي صعبة على الطالب هاي الكلمات هي شنية puzzled puzzled woke up woke up straight get dressed get dressed no sign of her no sign of her no sign of her empty بعض الطلاب يلبظوها empty الزكرة عمتي no الزكرة عمتي empty عمت Ambulance Drop to low Drop to low To know a well To know a well Diabetes Diabetes as a noun Diabetes Diabetics Diabetics Emergency operator Emergency operator Address Address On his own On his own Identity card Identity card Regain Regain Prode Prode Calm Calm Intelligence It means clever Spotted Previous week Previous week Fridge Fridge Grandmother Grandmother This is the story I want to see you That it is the story So the title With the title I'll always be proud of him I'll always be proud of him I'll always be proud of him Part of the title Thin I'll always be proud of you Okay I'll be proud of you Okay I'll be proud of you I'll be proud of you Okay So the title مصطفى أحمد استيقظ و ذهب مباشرة يعني كان من فراشه ذهب مباشرة ليبحث عن والدته he was a little puzzle because she normally came into his room first thing in the morning walk him walk him up and help him to get dressed he had no idea why she wasn't there that's sunny morning in april april here ترجمة مكتوبة حزيران هي نيسان sunny morning in april he went to look for hair in the kitchen first there was no sign of there hair there again he went to look for hair in the kitchen first there was no sign of hair there and the bathroom was empty and the bathroom was empty and he opened her bedroom door and saw that she was still asleep ما عنده فكرة ليش هي مجتب ذلك الصباح المشمس في نيسان ذهب ليبحث عنها أول مكان بدأ يدور عليها هي في المطبخ there was no sign of her there and the bathroom was empty يعني الحمام كان فارغ then he opened her bedroom door فتح الباب مع غرفة النوم and saw that she was still asleep وجدها نائمة he tried to wake her up by shaking her and calling but to know a bell for some reason he couldn't wake her up حاول أن يوقظها بواسطة هجها and calling ومناداتها but to know a bell لكن بدون جدوى for some reason لسبب ما he couldn't wake her up يعني مقدر يقعدها لطيفة مصطفى's mother يعني أم مصطفى اسمها لطيفة لطيفة مصطفى's mother suffers from diabetes suffers from يعني تعاني من diabetes مرض السكر this means she has to control her blood sugar with injection of insulin ومصطفى اللي هي تعاني من مرض السكر هذا يعني أنه هي تسيطر على سكر الدم حقنة من الإنسولين but sometimes the level of sugar in her blood drop too low and then she can lose consciousness كلمة lose consciousness معناتها فقدت وعيها كلمة consciousness البحرها وعي lose consciousness يعني فقدت وعيها regain يعني استعادة that is what had happened during the night Latifa blood sugar had dropped very low and she had lost consciousness without help she could have died in a few hours okay إذن بعض الأوقات مستوى السكر في الدم يمخفض then she can lose consciousness يعني ممكن تفقد وعيها that is what had happened هذا اللي صار during the night خلال المساء Latifa blood sugar had dropped very low مستوى السكر ما اللطيفة هبط and she had lost consciousness فقدت وعيها بدون مساعدة without help she could have died in a few hours بدون مساعدة ممكن أن تموت خلال ساعات مصطفى's father was away on a business trip so مصطفى was the only one who could help her والد مصطفى كان في رحلة عمل لذلك مصطفى هو الشخص الوحيد who could help her هو اللي يقدر يساعدها مصطفى knew or know that when his mother needed sugar quickly she usually drank something sweet so he went back to the kitchen and took a can of cola out of the fridge مصطفى يعرف أنه والدته من تحتاج شكر سريعا ش تسوي عادة تشرف شيء ما حلو شيء ما حلو so he went back to the kitchen راح للمطبخ took a can of cola أخرج علبة من الكولة من الثلاجة he brought it back to his unconscious mother يعني والدته اللي فقد الوعي and tried to make her drink it he couldn't of course so after spilling quite a lot of cola the cola on the bed he decided to another plane or plan sorry to call the emergency services luckily his grandmother had taught him how to do that just the previous week he brought it back to his unconscious mother يعني رجعها يعني جاب هذه العلبة إلى غالدة اللي هي فقد الوعي and tried to make her drink it حاول أن يخليها تشربها he couldn't لم يستطيع of course بالطبع so after spilling quite a lot of cola بعد ما اسكها الكثير من الكولة on the bed على الفراش he decided to another plan فكر بخطة أخرى تنية كانت هذه الخطة to call the emergency services أن يتصل بخدمات الطوارئ Luckily لحسن الحظ his grandmother جدته had taught him to how to do that عالمتى إنه شوان يسوي هاي الفقرة أي شلور يتصل بخدمات الطوارئ that's just the previous week previous week يعني لسبوع الماضي last week I can't remember a thing about all this I can't remember a thing about all this Latifa says but Mustafa called the emergency services all on his own Emergency operator Sofia Khoury took the call the little boy was very calm he just said my mommy is sick she needed a doctor I asked him for his address and he told me an ambulance arrived at the house 15 minutes later Mustafa had to stand on a chair to open the front door for the paramedics I can't remember think about all this I can't remember think about all this I can't remember think about all this I mean Latifa says the little boy was very calm aumento and the little boy was very calm the little boy was very calm He just said He said my mommy is sick he is sick one of my hé�라고 I asked him for his address I asked him for his address and he told me and he explained on ambulance مريضة، تحتاج إلى طبيب وصلت سيارة الإسعاف بعد 15 دقيقة مصطفى وقف على الكرسي حتى يفتح الباب الأمامي للمسعفين وآخر فقرة بالمقالة ذي يقصد بهم برامتك they rushed upstairs, found Latifa unconscious and spotted her insulin user's identity card they knew or knew at once that she was diabetic and gave her an injection to raise her blood sugar level Latifas regained consciousness very quickly I'll always be proud of Mustafa Latifa says he was calm and intelligent when he needed to be and that's how he saved my life they rushed upstairs يعني المسعفين هرعوا إلى الطابق العلوي found Latifa unconscious لقوهش به فاقد الوعي supported or spotted her insulin user's identity card يعني هنا لاحظوا أو اكتشفوا بطاقة تعريفية مالتها مال المرض السكر they know at once ارفوا في الحال أنه هي تعاني من أو مصابة بمرض السكر and gave her an injection and gave her an injection to raise طبعا الاصح من ريزية to control her blood sugar level حتى يسيطرون على سكر الدم Latifa regained consciousness استعادة وعيها very quickly بسرعة I'll always be proud of Mustafa سأكون فخورة دائما بمصطفى لطيفة سهية تتكلم he was calm and intelligent وكان هادئ وذكي when he needed to be عندما يريد أن يكون كذلك and that's how he saved my life هذا اللي خلاه هو ينقذ حياتي إذا ها هي المقالة و ترجمتها راح نروح نطلع على الأسئلة مالتها طلاب ونشوف ترجمتها سؤال الأول question 1 where did Mustafa go when he got up or what was the first thing that Mustafa did when he woke up when he woke up إذن إهنا مصطفى أين ذهب عندما استيقظ والسؤال الآخر شنو أول شيء مصطفى سوا عندما استيقظ سؤالين جواب واحد الجواب هي got out of bed يعني قام من الفراشة and wait to treat ذهب مباشرة to look for his mother ليبحث عن والدته سؤال الثاني question 2 how old was Mustafa Ahmed جد عمره he was 4 years old عمره 4 سنوات 3 why did Mustafa get puzzled that morning ليش كان حائر أو مندهش في ذلك الصباح الجواب answer he got puzzled because his mother didn't come to his room to wake him up and help him to get dressed ليش كان مندهش لأن والدته مجدت الغرفته حتى تقعده وتساعده في تبديل ملابسه سؤال الأخير هنا بهذا الصفحة where did Mustafa go to look for his mother first أين بد يعني مصطفى راح حتى يبحث عن والدته أول شي he went to look for her in the kitchen أول ما دور عليها بالمطبخ and in the bathroom بعد ذلك بالحمام but there was no sign of her there لا يوجد لها أثر هنا question 5 question 5 okay where and how did he find his mother another question what did Mustafa see when he opened his mother bedroom هنا إذا شوفون طلاب مرة سائل find مرة بسي بالجواب إذا استئلنا find الجواب found يعني من نزل found of so find انجاوب found see نجاوب بسو إذن أين وكيف وجدد والدته وهنا والدد مصطفى ماذا شاهده عندما فتح غرفة يعني غرفة والدته he found or saw her still sleep in her bedroom شافها ما تزال نائمة النقطة السادسة بها عدة أسئلة لكن متقاربات يعني عدة أنمات دعنا نقول A why couldn't he wake her easily why couldn't he awake her easily لماذا لم يستطيع أن يقضها بسهولة because she lost consciousness لأنها فقدت وعيها B what happens if the level of sugar in her blood dropped too low مستوى السكر بلدم هبط she loses consciousness رح تفقد وعيها what happened to Latifah during the night ماذا حصل ل Latifah خلال المساء the level of her blood sugar had dropped very low and she had lost consciousness مستوى السكر هبط وفقدت وعيها نقطة السادسة how did he try to wake her up كيف حاول أن يوقظها الجواب he tried to wake her up by shaking and calling her but to know a bell يوقظها بوسط مناداتها عفو هزها ومناداتها لكن بدون جدوى 8 what does Latifah suffer from من شنو تعاني she suffers from diabetes تعاني من مرض السكر سؤال آخر why was مصطفى mother unconscious لماذا فقدت يعني فقد الوعي because she suffers from diabetes لأنها تعاني من مرض السكر يعني نفس السؤال حاولت أنه أفرد 9 how does Latifah control her blood sugar كيف حاولت Latifah أن تسيطر على سكر الدن she control her blood sugar with injection of insulin السيطر عليها بحقنا من الإنسولين نفس السؤال بالعكس why was why was مصطفى mother taking injection of insulin لماذا تأخذ حقنا من الإنسولين to control her blood sugar 10 what did Latifah do when she needed sugar to work she تسوي من تحتاج يعني سكر بسرعة she drank something sweet تتناول شيء ما حلو 11 what did مصطفى try to do when he saw his mother unconscious ماذا حاول أن يفعل من لقوال التفاقد الوعي he brought kind of cola جلب علبة من الببسي and tried to make her drink it but he fail يعني حاول أن يخلي ها تشرب لكن فشل 12 whom يعني مع من أو بمن whom did مصطفى decide to call بمن قرر أن يتصل or what did مصطفى do when he couldn't make his mother drink the cola ماذا مصطفى حاول أن يفعل عندما مقدر أن خلي تشرب الكول he decided to call the emergency services بخدمات قرر أن يتصل بخدمات الطوارئ 13 what had مصطفى 's grandmother taught him جدته ماذا علمته مصطفى's grandmother had taught him to call the emergency services علمته أن يتصل بخدمة الطوارئ نفس السؤال حاولت أنه أفر بالعكس who taught him to call the emergency services من علمته أن يتصل بخدمات الطوارئ مصطفى's grandmother taught him جدته علمته أن يتصل بخدمات الطوارئ 14 how was the boy when he called emergency services كيف كان الولد عندما اتصل بخدمات الطوارئ what did he say what he was calm he said that his mother was sick قال أن والد تمريض and she needed doctor وتحتاج إلى طبيب هو صفية كوري هو صفية كوري من هي صفية كوري she was the emergency operator هي عاملة الطوارئ خاف يجيب الكياه فراغ is the emergency operator فراغ يعني هي صفية كوري what did مصطفى have to do in order to open the front door for the paramedics مصطفى اش حاول ان يسوي حتى يفتح الباب للمصعفين he had to stand on a chair to open the front door for the paramedics وقف على الكرسي لي يفتح الباب الأمامي للمصعفين how did the paramedics know that Latifah was diabetic كيف عرفوا انه مصاب بمرض السكر they knew or know from her insulin user's identity card عرفوا من البطاقة التعريفية لمستخدمي الانسولين another question what did the paramedics do first اش سووا المصعفين اول شي they rushed upstairs هرعوا الى الاعلى يعني اسرعوا فان لطيفة unconscious لقوها فاقد الوعي 18 where was مصطفى اين كان والد مصطفى why was مصطفى the only one who could help his mother لیش مصطفى هو الشخص الوحيد اللي يقدر يساعد اما بكوز هو الجواب اذا سألنا بوائ اذا سألنا بوائر من جاب بكوز ان لها سوان احاط بين قوسين مصطفى father was away on a business كان في رحلة عمل 19 what did paramedics give لطيفة why المسعفين اش انطوا اللطيفة وليش they gave her injection of insulin to control طبعا قلت لكم يعني علميا الصح من نقول raise شو نقول هكتبه هنا control حتى يسيطرون اوكي gave her injection of insulin to control her blood شغر حتى يصوت على مستوى السكر في الدين why was لطيفة proud او هنا كلمة اف يطعن لازم او why was لطيفة proud of her سن ليش فخور ابنه she was proud of her سن فخور ابنه because he was calm and intelligent كان حادق وذكي when he needed to be عندما يرين ان يكون كذلك آخر سؤال what are the two ways that مصطفى tried to save his mother طريقة التي حاول ان ينقذ ام الطريقة الاولى he brought something sweet جاء لها شيء جيد قلبة الكولع and he called the emergency services واتصل خدمات الطوارئ طبعا هنا طلاب الملزم بعض الجمل حاولت ان اشوف الكومياه على شكل فراغات ليش حتى الطالب ليس فقط يقفل انه اسئلة يعني بعض الطلاب نجيب لهم فراغات يدوه مثلا مصطفى وقف لفراغ يفتح الباب الامامي للمسعفين فعزيز الطالب هاي بعض الجمل هاي نفس معيودات تمام لكن ردتك تشوف على شكل فراغات يعني كل الجمل بعض الجمل حتى من صيرت فكرتنا فقط اسئلة ممكن اسئلة ممكن فراغة هذا التمرين كلش مهم وهو تمرين مرادفات وهو آخر فعالية بهاي المحاضرة شوف طلاب فاين وورد هاتوا عم وجود بالاكتيفتي صفحة 24 فاين وورد are phrased in the text on page 13 of the student walk that have similar meaning to these words or phrases يعني هذه العبارات ما يمرادفهم فرجاء هذا يجينا بالسؤال الثالث C أو ممكن يجينا بالسؤال الثالث B الكلمات surprise puzzle يعني مندهش أو حائر pushing shaking طلاب انتبوا ممكن يجيب لكم push إذا جاولكم push فتصير shake shake لازم نحذف ing ونضيف e shake فpushing shaking إذا جاب push سير shake نحذف ing ونضيف e فحبين يعني أخليكم تنتهون على هاي فقر إذن ينقضها أو يهزها without success to know although بدون جدوى faint lose consciousness faint lose consciousness إذن هنا اغمى عليها فقدة وعيها dropping for example water milk etc spilling يعني سكبد the police fire department ambulance يعني هنا الشرطة مع الفرقة الحريق و السيات الإسعاف شنو جوابها أو مراد the emergency services خدمات الطوارئ medical helpers not doctor or nurses يعني هنا مساعدين الأطباء ليس الدكات عفوا مساعدين طبية ليس الدكات ولا ومرضين هم المسعفين paramedics walk up regain consciousness walk up يعني هنا بعض انتمه إلى النقطة الرابعة وعكس النقطة الثامنة faint يغمى عليه lose consciousness walk up استيقظت regain consciousness يعني استعادت وعيها وهذا التمرين نكرر كل شي مهم هذا هو سمرية مجرد ما بسألتكم تقرؤوا مجرد ما بسألتكم تقرؤوا إنه هنا انتهت حلقتنا طلاب إن شاء الله المحاضرة الجاي راح تكون آخر محاضرة اللي من خلالها راح أحل الأسئلة الوزارية اللي خاصة بالقواعد الوحدة الأولى واللي تضمن من بداية تأليف الكتاب سنة 2014 إلى 2019 و بنفس اللوقت راح نحل السؤال اللي هو function file الكلمات ننزل فيه فراغ و بنسيركم علي التماري السلام عليكم ورحمة الله